الملك المعظم استهدفت مختلف المجالات وما يشهده العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من تطور وتميز على مستوى الأداء بما يجعل مخرجاته تصب في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين ومحقيقة لطموحات وتطلعات المواطنين مثمنا جلالته المبادرات الوطنية التي جعلت من التميز والتطوير عنوانا ومضمونا وأكدت على عزيمة أبناء البحرين وإرادتهم الصلبة للإنجاز والتقدم موجها جلالته أيده الله الحكومة لمواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطن ثم أشار جلالة الملك المعظم أيده الله إلى ما تحقق عبر المسيرة التنموية الشاملة من منجزات أعلت من دولة المؤسسات والقانون وكونت رصيدا متفردا في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار موجها جلالته في هذا الصدد الوزارات والأجهزة الحكومية بتوفير كافة عناصر النجاح للانتخابات النيابية القادمة معربا جلالته عن شكره وتقديره لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بالفصول التشريعية الخمسة السابقة لما اتسم به عملهم من التحلي بروح المسئولية الوطنية التي أسهمت وعبر التعاون والعمل الوطني المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الوطن وأبنائه الكرام بعدها أعرب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بنتائج زيارة جلالته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة مطلعا مجلس الوزراء على نتائج الزيارة ولقاءات جلالته يده الله مع أخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد رئيسي للوزراء حفظهما الله وأعرب مجلس الوزراء عن تهانيه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء متمنيا لسموه كل التوفيق والنجاح في مواصلة العطاء والبدل لتحقيق المزيد من الإنجازات للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعد ذلك رحب عاهل البلاد المعظم بالزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين والتي تأتي تلبية لدعوة جللته له وتقديرا لمكانة مملكة البحرين كواحة للتعايش عبر التاريخ مؤكدا جللته في هذا الصدد حرص مملكة البحرين على تعزيز قيم التسامح والتعددية بما يدعم السلام العالمي ويرسخ المبادئ الإنسانية السامية ثم هنأ جلالة الملك المعظم رعاه الله أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا جلالته المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والمسرات بعد ذلك أشاد جلالة الملك المعظم بالدور الذي يطلع به المعلم البحريني وما حققه عبر التاريخ في حمل رسالة العلم والمعرفة والإسهام في خلق الأجيال القادرة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين مؤكدا جلالته أن الوطن يقدر عاليا عطاء المعلمين لإيمانه الراسخ بدورهم في نهضة الأمم وتقدمها وهنأ جلالته كافة المعلمين بمملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في رسالتهم التربوية والتعليمية بعدها تم استعراض تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الدولية حيث أشار جلالته إلى أهمية تكاتف جهود الجميع لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الدول وأمنها القومي وأجدد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التأكيد على أهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية للوصول إلى السلام والنماء للجميع من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة عن جل شكره وعظيم امتنانه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته من تقدير للدور الذي تطلع به الحكومة في مسيرة العمل الوطني مؤكدا سموه أن هذا التقدير الملكي السامي مسؤولية كبيرة تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التطلعات السامية لجلالته حفظه الله ورعاه لصالح الوطن وأبنائه الكرام وكلف سموه الوزرات والأجهزة الحكومية بوضع التوجيه السامي حيز التنفيذ الفوري بتهيئة كافة الإمكانيات وتوفير كافة تسهيلات التي تدعم سير العملية الانتخابية للاستحقاق النيابي القادم بكل سهولة ويسر أمام الناخبين في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة ترجمة نانسي قنقر